رئيس الوزراء بوريس جونسون اضطر اليوم مرة اخرى الى ان يخرج للعلن ويعتذر للشعب البريطاني ويقول بانه مش مستعد بش يستقيل الان لان الاوضاع الدولية ووضاع البلاد ما تسمحش بالاستقالة وانه الاخطاء اللي صرعت وانا كل ما نشوف هذا الموضوع نحاود نقول له كون جعلنا الف مرة هذا الاخطاء في الجزائر فقط كل الاخطاء هذي اللي هم يتكلموا عليها على بوريس جونسون وعلى الفضيحة اللي هتسمى بالبارتي جيت اي فضيحة الاحتفال او الاحتفالات داخل مقر الحكومة داونينغ ستريت كلها كل هذا المشكل اللي رهما تروح وقايمة القيامة في بريطانيا او لم تقعد ما بين الحزاب المعارضة المجتمع المدني الصحافة اصحاب الرأي كلها قائمة على انه في وقت الكورونا في وقت الكورونا اصرات حفلات داخل مقر الحكومة ومقر الحكومة هذا مش قويس قصور واللي يعرف بريطانيا واللي مر على دونينغ ستريت ويعرف عشرة دونينغ ستريت يشوفها يعني عبارة عن اماكنية عبارة عن فيلا واسعة شاسعة فيها بعض المكاتب لرئيس الوزراء هناك هذا هو المقر رئيس الوزراء وما جورها فكان هناك اجتماعات اجتماعات يشتغلوا ولكن في نهاية الشغل يديروا احتفال يديروا احتفال يشربوا خمر يشتحوا الى آخره هذه اشياء عادية عندهم طبيعية جدا لكن القيامة قامت على بوريس جونسون قالوا له كيفاش انت رئيس الحكومة وكين وزراء انتم اللي اصدرتوا القوانين والتعليمات وكيف يتم تنظيم المجتمع ايام الكوفيد واللي وصلت الى درجة انه ما يستطيعش ان يجتمع اكثر مرات اربعة شخاص وما يستطيعش مثلا اسرة تزور اسرة في فترة معينة وما بعد وصلوا الى ستة اشخاص الى آخر يعني كان كل مرة يبدلوا يقلوا او يزيدوا شوية حسب الحالة اللي كان عليها الوبائية في بريطانيا قانونهم كيفاش انتم اللي اصدرتوا هذه القوانين ملتزمتوش بيها بمعنى قوانين التباعد الاجتماعي كل التغمة اللي راي يعاني فيها رئيس الوزراء هذا اللي عنده سلاح نووي تحت يده واللي هو عضو في مجلس الامن الدولي عضو دائم كل ما يعانيه كل المشكلة اللي دارها هو انه لم يراعي التباعد الاجتماعي كما كان في تعليمات الحكومة خلالا نسمعوا له مقطع احنا ثم اشتركوا في مجلس الاجتماعي 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 I believe that they were were work events they were part of my job and that view appears to be substantiated by the fact that I wasn't fine for those events for the rest I just want to say I appreciate that things didn't go in the way that I would have wanted the events proceeded afterwards بطبيعي أنه يأخذوا شوية بريك يعني يأخذوا معك ساعتين ثلاثة يتنفسوا فيها شوية يشربوا شوية خمر أو يدروا شوية موسيقى أو هذا عمر طبيعي عندهم فقال لهم احنا مدرناش حاجة خطأ كبير لكن مع ذلك أنا تعلمنا الدروس ورأي الحكومة على الشرطة دارت لي غرامة وأنا قبلت الغرامة ودفعت الغرامة تخيلوا رئيس وزراء الحاكم يعني الملكة هنا هي دورها بروتوكولي فقط الملكية في بريطانيا ليست إلا بروتوكولي وبعض يسموها فقط لجلب السياح يعني الحاكم الحقيقي هو هذا يعتذر ويدفع غرامة دارتها له الشرطة واليوم لما المعارضة والإعلام الحقيقي خرجوا وقالوا له لكن حتى الموظفين تعكرهم أهانوا بعض العمال تعال نظافة لما قالوا لهم راكم ترموا في القراءة وراكم سكرانيين ورميتوا قراءة ولا رميتوا حاجات هكذا ما كاجحقهم قال لهم أنا نعتذر لعمال نظافة نعتذر لعمال نظافة وقدم اعتذاراته وكررها عدة مرات طبعا الحديث انتعه طويل يعني جبت منه دقيقة فقط رئيس وزراء يعتذر لعمال نظافة رئيس وزراء يعتذر للشعب رئيس وزراء يدفع غرامة رئيس وزراء يعتذر للبرلمان ويعتذر للشعب البريطاني يعتذر للصغير والكبير ويش دار جريمته العمال موظفين اللي معاه بعد ما كملوا الخدمة نتاحهم اجتمعوا على كاس تاع خمر ودروا شوية موسيقى هل هذا ممنوع؟ مش ممنوع الممنوع فقط انهم لم يحترموا التباعد الاجتماعي اللي كان مفروض من طرف نفس الحكومة رأى خرج حوالي اربع مرات او خمس مرات في هذا الربع شهر الاخيرة واربع مرات او خمس مرات وهو يعتذر ويقول سمحوني غلطنا احنا تعلمنا ان احنا تعلموا منها دروس هاي لماذا الانظمة التي يأتي بها الشعب هاي علش تخاف اعطي بريطانيا كاين لوبيات وكاين تدخلات وكذا كله كاين لكن في النهاية في النهاية كاين شعب بريطاني هو اللي يفصل ما بين ثلاثة او اربع حزاب ويأتي بهذا او بذاك في النهاية هاي علش الحاكم لما يكتشف لما يرتكب خطأ ولو صغير مثل هذا اللي بالنسبة لي نحن مش خطأ اصلا يصبح في حالة مزرية لان هناك اعلام يروح يبحث في كل شيء ويدقق في كل شيء ويسأل عن كل شيء قناة البي بي سي عاملة برنامج كامل نظن البارح او قبل البارح يسمونه بانوراما على هذه القضية يعني هذه القضية اصبحت قضية رائعة وكثيرين قالوا لولا ان الحرب في اوكرانيا والروس هذه حرب روسي على اوكرانيا يكره سقط منذ الاسبوع الاول لظهور هذه القضية قبل اربع شهر او خمس شهر ها وعليش دولة مدنية مهمة ها وعليش لكن دولة مدنية بحق الخطش ثاني عنا دولة مدنية المزورة دولة مدنية بحق قضاء حقيقي شرطة حقيقي شرطة ربما رطبة متاعه ملازم وحتى سرجان شاف هو اللي دار الغرامة لرئيس الوزراء واتفحى رئيس الوزراء ومع ذلك الصحافة والمعارضة وصنع الرأي شنوا هجوم على الشرطة وقالو لهم لا كان لازم العقوبة تكون اكبر من ذلك شرطة حاسب الحاكم نعم يحاسبه ومع ذلك المعارضين والاحزاب والصحافة لا تقبل مقام به الشرطة قالو لهم كان لازم اكثر من ذلك هيا لازم دولة مدنية هيا لازم دولة قانون هوا لازم اعلام حر هوا لازم قضاء مستقل هوا لازم مجتمع حي حتى لا يدعوا اي انكان احنا الجماعة عندهم كلب دي باع وما شابهها بالمستوطنات عايشين كالملوك كالسلاطين ما يدفعوا ما ما يدفعوا كهرباء ما يدفعوا انترنت يسهروا كما يحبوا يسكروا كما يحبوا يكسروا كما يحبوا يختصبوا كما يحبوا كم من امرأة وكم من بنت جزائرية اختصبت في كلب دي باع كم اعداد هائلة بل انه وصل هذا ولد ملزي اللي لما انقلبت الامور هو في السجن الان عبد الحميد ملزي وصل انه يختص البنت ويقتلها ولا شي يتحرك كثير من ابناء جنيرالات وابناء وزراء وابناء من القوم كبار القوم فعلوا ما يشاءون في بنات او في نساء او في ولاد ولم يتحرك ما يسمى بقضاء تليفون ولو حركة كم من مسكين او مسكينة قتلوا او عذبوا او اختصبوا ولا اعلان يتحدث لانه تحترون جرس ولا قضاء يحقق لانه تحترون جرس ولا مجتمع يعرف ما يحدث لا شي لا شي اشياء مثل هذه تقوم القيامة قبل حوالي 8 شهور او 9 شهور قام شرطي بخطف امرأة هنا واقتصبها ثم قتلها قامت القيامة وانتقعت قبل حوالي سنة وشوية ما قادت الدنيا ثارت القيامة قامت هوا لاش هذه المجتمعات برغم كل ما تقدر تنتقدها فيه الا انهم لا يسكتون عن ظلم سواء الظالم بوليسي جدارمي والي وزير جنرال رئيس وزراء ملك امير امرأ هنا في هذه البلاد امرأ دفعهم الثمن امرأ كرغون بحياتهم امرأ مهددين بالسجن ومرأة سوجينو وزراء سوجينو جنرالات سوجينو بحق لا يوجد ضربة لا 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 كل شيء امام شعب الاعلام يجي حقق والشرطة تحقق والقضايا حقق وكل وتتقارن الاشياء هوا لاش سبقونا هوا لاش يبقوا سابقيننا دايما هوا لاش وش يقول له رئيس الحزب العمال المعارضي يقول له لا يمكنك ان تكون مشرعا وان تخرق القانون حان الوقت لتحزم امتعتك واكلام كبير الى درجة انها قضية شاغلة الرأي العام بالرغم ان هناك قضايا كثيرة الان في هذه البلاد يعني اللي تشغل الناس لكن هذه القضية لانها تتعلق برئيس المزارع هي اللي رأي مسيطرة على القضية كلها يعني جات واصبحت اوكرانيا وحرب اوكرانيا خلف هذا الموضوع